استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وذلك بقصر الدرعية في العاصمة الرياض هذا وقد نقل معالي تحياتي وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم وتطور وحمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته وتقديره لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب قطر الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله